عشان يعني نقول إن المطلوب من المواطن الفترة الجاية هو يتأكد من مصداقية المرشحين ومن برنامجهم الانتخابي عشان حاول ننقذ ما يمكن إنقاذه نطلب إيه من الحكومة المفروض تعميره الفترة الجاية أنا بطلب الحكومة إنها تطبق القانون أنا مش عايز منها أي إجراء استثنائي أنا كل اللي بطلبه إنها تكون صارمة في تطبيق القوانين لما يكون عندي قانون بيحط سأف الدعاية الانتخابية أنا باعتبر أنا شايف قدامي مرشحين لطيارات دينية صرفة وأخرى وعشان نبقى أمين يعني وطيارات غير دينية أيضا صرفة أضعاف أضعاف السقف اللي حطها الحكومة للإنفاق على الحملة الانتخابية أنا أما الحكومة تقول إنه ما فيش إنها لن تقبل استخدام الشعارات الدينية لابد أن تكون حاسمة في تطبيق القانون على من يستخدم الشعارات الدينية الآن تستخدم الشعارات الدينية ليل نهار لخدمة يعني يكيف الدين السامي العظيم ده إلى خدمة أغراض انتخابية لبعض المرشحين المحدودين الآن تستخدم بيوت العبادة لعمل مؤتمرات سياسية والإطلاق دعاية انتخابية لأفراد بعينهم وهذا مخالف للقانون هناك أحزاب انشئت على أسس دينية وبترفع شعارات الدولة الدينية مخالفة للقانون كل ما هو مطلوب من الحكومة أن تطبق القانون لا نريد أي إجراء استثنائي نريد فقط أن تكون الحكومة لديها إرادة تطبيق القانون ودي المشكلة الحقيقية أن الدولة في اعتقادي يعني لا تملك هذه الإرادة الآن ولذلك بتقدم تراجعات مستمرة لقوة أنا بعتبر أنها في جانب كبير منها بيغتصب حق لم يكن في يوم الأيام ضد السلطة الفاسدة بالعكس كان هناك مشايخ من قادة هذه الطيرات يحردوا المصريين على الخضوع لهذا الاستبداد ولم نسمع منهم كلمة حق في وجه سلطان جائر حينما كان اللي بيكفروهم ويتهموهم بالعلمانية والمروق والكفر بيخش السجون بظبط كانوا في حضن مباحث أمن الدولة في اللحظة اللي احنا كنا أنا أحد مؤسسي حركة كفاية وكنا بنتسحل في الشوارع ما سمعناش منهم كلمة بالعكس كانوا بيتكلموا ضرورة الولاء للحاكم حتى لو كان ظلم مع مرأبة الانتخابات البارغانية طبعا مع مرأبة الانتخابات هل ممكن مثلا لو قلنا يكون فيه ركابة على الخطاب الزيني في المساجد الفاتح الجاية لازم لأنه الحقيقة الذي سيدفع التمن الدولة المصرية والشعب المصري بيأكمله بمسلميه قبل مسيحيه نحن جميعا سندفع سمن تحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة طلبانية على نمط ما هو موجود في أفغانستان وفيه مؤشرات النهاردة لما ييجي أحد قادة هذا الطيار يبقى مشكلته الأساسية أنه إحنا لازم نصب شمع على أوجه التماثيل لأنه دي أصنام وكفرة اللي هيجوا دول هيحطم أعرف ليه؟ لأنهم أكثر إيمانا من عمر بن العاص اللي فتح مصر مع عمر بن العاص كان شافي التماثيل دي وهم عملهاش حال صحيح هم أكثر إيمانا للأسف الشديد أنه هذه الرؤية التي الحقيقة تناقض العصر والتاريخ رؤية غير علمية وغير حضرية وتنظر إلى كل يعني الحقيقة أنا مستق جدا حينما أسمع أحد قادة هذا الطيار مثلا يصف حضارتنا المصرية العظيمة بأنها حضارة عافنة يعني إذا كان ينظر إلى حضارة أجدادنا العظام بأنهم حضارتهم حضارة عافنة فماذا نتصور أنه سيفعل حينما يكون في موقع المسئولية وسن القوانين واتخاذ القرارات التنفيذية على الأرض الواقع يعني أسأل حضرتك سؤال بسيط بس ظهور الطائرات المتشددة دي بشكل كبير جدا في الفترة الحالية مسئوليتني مسئولية حسن مبارك حسن مبارك هذا كان أو عمل في مصر عملة محدش عملها من يوم ما ابتدت مصر دي تتعرف أنها مصر حسن مبارك ده أدى إلى فساد الدولة المصرية كلها يعني لم يكتفي بأنه فسد هو شخصيا هو وحاشيته وأولاده ووسريته لا بل أفسد مصر والبلطاجية اللي انت بتقولي بتشوفيهم واللي بيوقفوا الناس عالدائري واللي بيوقفوا مش عارف فيه وبتوع ما عادة بتوع دميات عشان برضو عشان يعني عفوا احنا في بعض الناس لها حقوق كاملة واحنا يعني مسلمين لها يعني الناس بتوع دميات دون ناس محترمين جدا وأنا مش دمياتي لكن أنا بقول أنه فيه ناس من اللي بيتعصور لها حقوق لكن ومنهم بتوع دميات لكن أغلب اللي بيقطعوا الطرق وأغلب اللي بيقطعوا شريط الأطرس بتاع السعيد وعيلتين فتوخ يعملوا مشكلة مع بعضهم يقطعوا أطرس كندرية والفوضى دي واللي بيرموا الزبالة لسه لحد النهاردة وكلام ميادة دي ناس يعني لسه ما خرجتش أو يعني لسه خارجة من المنطقة البربرية أو من التاريخ البربري وبيساعدهم في هذا المتشددين الإسلاميين متشددين الإسلاميين أكتر ناس فوضويين ولا يرضعوا القانون وأنا قلت لهم قانون المرور مثلا إسلامي ولا قانون علماني كافر ما هم أصلون بيقولوا على جماعة المحمين الزحلاتي والقضاء إن إحنا ناس وكل دي حقوق حرام خلي بالك والحلاق حرام لسه أمير المؤمن في الحديث الشريف قال إن حلاقين حرام إن الحلاق بيحلق الداني وبتحلق الداني حرام حضرتك على فكرة حرام أحب أنك تلعب داني طب يعني نقول الإنفلات الأمن وظهور الطائرات المتطرفة مسؤولية حسني مبارك حسني مبارك في السجن حسني مبارك مسؤولية مين دي لا لا ما هو حسني مبارك في السجن بس في نقطة مهمة مهمة المجلس العسكري مش إنه هو يعزب شعب قاعد 30 سنة بيعتقد المجلس العسكري إذا كان بيغض الطرف عن بعض التجاوزات اللي هو وهو دول العسكريين دول أكتر رسم منضابطين خلي بقى لحضرتك أن أنت بتكلمي عن أكثر ناس منضابطين في مصر قوات المسلحة متقدمة على مصر كلها ب 150 سنة في الانضباط ودي حقيقة وأنا ما بقولش خمية وخمسين سنة يعني جزافا لا ده أنا راجل عشت في القوات المسلحة كويس وعشت في الحالة المدينية كويس أنا خريجي كلها الحربية وخريج جامعة تان شمس خريجي كلها الحربية الأول ثم جامعة تان شمس الثانية وأعرف يعني إيه زباط وإذا كان هم مستحملين الكلام ده فمستحملينه أكنك بتدش دماغهم وأنا عارف هم مشعورهم إيه لكن مش المفروض ما أنا ممكن أنزل كام كاتبة مشاه ترابي الناس دي كلها وتخليهم يخش الجحور ممكن لكن ما بيعملوش كده ليه برضو حاسيني ده شعبهم ودي بلدهم وبيحضنوهم وإن كان فيه تسايب شديد نتيجة إيه الفساد اللي عمل لحسن بارك الفسدين دول اللي احنا بنحاكمهم عسكريا وإن كنت أنا برضو أحب أن حسن بارك يتحكم عسكريا بصفة القادة الأعلى للقوات المسلحة مش هو القادة أعلى للقوات المسلحة يتحكم عسكريا مش يتحكم لي على سرير في سجن مكيف صحيح صحيح يعني أنا بشكركم جدا المشمهندس أحمد دهائدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري والمستشار أحمد عبد المهر المحامي بالنقض وكاتب بشكر حداركو جدا ونورتونا وإن شاء الله بعد الانتخابات يكون لنا لقاء تاني ونعرف إلا هيحصل في البلد تنتصر في هذه المعركة وتخرج محافظة على طبيعها بنا يحمي البلد بنا يحمي البلد شكرا بشكر كل مشاهدين اللي تابعونا النهاردة وكان يوم مليان بالفقرات الكبيرة جدا بكرا إن شاء الله هنشوفكم مع فريق عمل جديد ويوم جديد لنهاركم سعيد